اشتركوا في القناة وما تشهد من رقي وتقدم على كافة المستويات جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الخارجية لحفل الاستقبال الذي اقامه فخامة الرئيس ترامب لقادة ورؤساء وفود دول العالم المشاركة في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك وقد شاد معالي وزير الخارجية بالعلاقات المتقدمة والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة في المجالات كافة والدور الاستراتيجي الذي تقوم به الولايات المتحدة كقوة دولية فاعلة في حل قضايا وازمات الشرق الاوسط من خلال تعزيز اطر التعاون المشرك مع دول المنطقة لضمان تجاوز التحديات التي تهدد دولها وشعوبها وفي مقدمتها التطرف والارهاب بكل اشكاله وتنظيماته بمدينة